السبعة تسعة تقايق رجعنا من جديد في اه سكوديات ومتوسيل حتى للتسعة ما زالنا نحكيه عربة المحترفة الاولى والدفعة الثانية اللي تلعبت اليوم الجولة السابعة بطلها نادي البنزرتي بطبيعة اللي واصل تقالق متاعه مع مردود ممتاز للشبيبة في شوط الثاني كانت اليوم المباراة بشوط بشوط شوط اول كان نادي البنزرتي شوط ثاني كان للشبيبة القايرة وانية لكن السابة مرة اخرى ينتصر المرة في ملعب اخر اللي هو العالية كل مرة في ملعب مع انه المودة الاخر يلعب في ملعب العالية اه التعادل بين مستقبل جابس والملعب التونسي ونفس النتيجة بين ناجم المتلوي ونادي حمام الانف اه السابة يا حميدة يظهر لي الفريق من جولة الى جولة يؤكد انه اه مراهن جدي ماناش نقوله على اللقب لكن على الظفر بمرتبة تخول له انه يكون متويس في مسابقة افريقية ولماذا لاللقب؟ والله يشو من نسبة النادي البنزارتي الفريق اللي امن بمؤهلاته وامن خاصة بالشببان متاعوه لاعبين نعرفوا مدرسة نادي رياض البنزارتي في تكوين الشببان عام سلامي سعداني انت دب المدرب منتصر الوحيشي للاشراف على الفريق ولحد الان مدرب ناجح في العمل المتاعوه مع مجموعة من الشببان اه شفنا انضباط كبير في الفريق شفنا اه برشة معنتها اه اه فما ديسيبلين حتى مام تكتيك يعني في في خاصة في تطبيق الخطة التكتيكية للمدرب فما شفنا انسجام كبير وتجاوب كبير ما بين الاطار الفني واللاعبين اه اه هذا من شأنه باش اه خلى الفريق في بلييه معناه البلييه دا ما عاشوش نادي البنزارتي منذ سنوات اه نادي البنزارتي الوضعية خلينا نقوله الوضعية المريحة اللي هو تو متواجد فيها ما عاش هاش منذ سنوات الرغم انه نادي البنزارتي الى حد هذا اليوم يلعب خارج ميدانه مزال ملعبش ميدان مزال ملعبش ميدان نادي البنزارتي يعرف حتى امام وقت الي اه هو توب في كل مباريات ويتسمى وكأنه يقاعد يلعب خارج ميدان نادي البنزارتي ولا يتعامل مع مع الانديا اللي باش تستظيفه وكأنه يعني يلعب بدون مركبات شفنا في لقاء النادي الافريقي كيفاش مسيطر على المبارات يعني بتريقة ذكية وذكية للغاية شفنا فكر المدرب يصبر يصبر يعرف كيفاش يغلق المساحات ثم يلعب الهجمة المركزة المرتدة المركزة يعني المدروسة دونك اليوم النادي رياضي بن زرتي في لقاءه مع الشبيب القيروان يعرف اللي أمامه فريق بنفس الخصال تعرف شبيب القيروان كذلك مدرسة في تكوين الشبان في يعني كورة القدم يعني تقريبا اليوم المباراة بينزوس أنديا بنفس الخصال بنفس الامكانيات لكن الكلمة كانت لنادي رياضي بن زرتي رغم أنه الهدف حتى الهدف صار يعني هدف ضد مرماعي رامي بوشنيبة ضد مرماعي رامي بوشنيبة زياد العونانلي هو لصوب مع تألق كبير اليوم الخميس السامري حارس السيابي حارس هذا عمره 37 و38 عاما الحارس حارس خبرة قاعد يقدم بصراحة قاعد معناه هو خاصة لنا شفناه مع اللاعبين أمين شفناه وأنه المدرب الثاني على الميدان وأنه عنده دور كبير في تعثير لعبي الشبان موش بعيد في العمره على ملصر الوحيش موش بعيد نادي البنزرتي اليوم منتصر بالحد الأدنى تقول بحد الأدنى يعني اليوم ما كانش في يومه المعتاد مرة أخرى السيابي حتى مش في نهاره مش في نهاره ويربح شفناه في تطاوين تعادل وفي بنزرتي اليوم مش في نهاره ويربح عنده ثقافة متاع الانتصار يعرف كيفاش ينتصر واذا شمعناه الربح يجيب الربح بالطبع يعني شوف هذا ما كلهم يعني يقول لك معناتها المرهة الملعبية وقت اللي الملعب ينتصر ويلعب بدون مركبات ويلعب من أجل الانتصار وينتصر معناه حاصة العقلية الانتصارية واللي موجودة دونك الملعبي واللي يعرف كيفاش ينتصر حتى يكون في أتعس حالاته ما يكونش في يومه وينتصر دونك اليوم انتصر بهدف لسفر لكن مايناقسي من قيمة فريق اسمه شبيب شوفت فيني أكثر من الممكن اللي بصراحة يملك في صفوفه لاعبين ممتازين للغاية انا عزبني العويشي للاعب رقم عشر ممتازين للغاية يعني شوفنا يعني اه انا والله في لقطة من بعض اللقطات العويشي العويشي مع العويشي فما زفر له الحكم مخالفة ضده وهي ليه كأن لاحظاش كانت تذكرش الخط لضمن 10 متره ووقع الدفع العويشي الحكم زفا له مخالفة ليه ذو ضده هو فعلا بيده قاعد مستغرب يعني انا شنية المخالفة من هينجئت اس déplونك آآ الحاجة اليهام هو انه الملعبية هذو مارغم انه فما اختز هات ضدهم وكذا حتى تحكيمية مم انه الملعبية قاعدين يعني لمركزين لمSpeك كله صحية قاعدين مركزين ما فمشي احتيجاجات. ما فمشي. يعني ملاعبين. احسن عقلية نجم تصنحها الملاعبي صغير. انه ما ما يدخلش في مناقشاتهم على الحكم. احسن. بعد كيف تتطور. تتطور العقلية ذيك ونجم ينصح بها للجيل اللي بعده. وذي حاجة بها. اليوم مستقبل لجيبس الملعب التونسي اه زاد هدف اخر ضد المرمى حسيمة بنينة ضد مرمى في دقيقة اربعة ثلاثين. واجاك بيسان عدل في دقيقة اربعة اه وثمانين. نتيجة يظهر لي اه ايجابية تفرح اكثر. اي صحي تفرح اكثر استاد. خاطر بعد النتيجة السابية اللي عرفها عرف شوية هكا كما نقول واحنا مرحلة بتاع شك. زوزها زين في تونس. اي مرحلة شكه. والفريق. وكأني اه فهم بعض الاطراف تستنى في الملعب التونسي يخسر. باش علاش يخسر. باش نبر. من يقولوا هاوكا علاش قلنا لكم راهو المدرب هذا مش في حجم الملعب التونسي. يعني وكأني اه اه ارزمو بور المكشر بور ملعب التونسي اللي جناه نقطة من الجولة هذي. على الاقل نجم شوية ترمم معنويات الفريق. بارشة قالوا فرحة الفوز على الافريقي باربعة ما زلت عاطية بظلالة على الملعب التونسي. خاطر ما المفوزة ذاك الملعب التونسي ما انتصرش. والله يشوف راهو اه اه. مفوزة ذاك يخسر مع القروين اه في المنزة. اثنين بواحد. ومن بعد يخسر مع بن جردين في النايفر. تلاثة بلايش. اليوم اه الى حدود دقيقة واربعة وثمانين خاسر مع غيبس واحدة بلايش. لكن جاك بيسان يضر لي اليوم انقض محمد المكشر اكثر من انقض الملعب التونسية. كيل عادة ديما جاك بيسان ديما موجود في ديما في الاوقات اللي خليني نقوله الصعبة. اه صحيح هو ورا لما حالة هذية كما قلت لك. المبارات كما هذية ونقطة كما هذي تخدم اكثر محمد المكشر. لانه بش على الاقل يسترجع شوية معنويات لانه ما نتصورش انا معناها بعد زوز هزائم الاخيرة محمد المكشر تلقى في احسن حالاته نتصور راهو معناها عليه ضغط كبير يعني وعليه يا تعرف مدرب ما هو الا مدرب شاب وفي اول تجربة كمدرب اول في الرابطة المحترفة يعني المهمة ليست سهلة. اه. بالنسبة لمحمد المكشر ان شاء الله محمد المكشر يتعدى المرحلة الصعيبة هذية ويرجع الى النتاج الايجابية الملعب التونسي وهكاكا وهكاكا هو بيدو معناها كمدرب وفي مرحلة كما قولوها احنا معناها مرحلة البحث عن عن ذاته كمدرب في الربطة المحترفة ينجح فيها. مم. ولما لا يعني يكون عنده مشوار يعني يناجح. لطفي السليمي من جانب المستقبل ذولي المدرب هذين المدرب غير المحظوظة. يعني اه اه عادة اه ما اللي يشد مستقبل قابس اه طالع خير على كل مدرب. مستقبل شفنا منصر لوحيشي. اه اه شفنا اسكندر القصري شفنا بارشة اللي يمشي يدرب قابس ديما تقولو البوس لولا للنجاح. ذول اللطفي السليمي يلقى في برشة صعوبات معه مستقبل قابس. صعوبات ترجح حتى للصعوبات الادارية. حتى حتى السلسلة المباريات صعيبة شوية وقت. معناها من منذ مباراة اه دربي مع الملعب القابسي. ثم يعني. جيك استاذ. ما تستقبل مرتين في بلادك ما تربحش. ما منسوش استات تونيزيان او شوف. اه فريق اللي اصناه. فريق اللي معناها يقرأ له الف حساب. اه. استات تونيزيان. ضمن معناها اللولا الهزيمتين الاخيرتين. او متواجد مع السيابي اللي معناها في مرتبط ثاني. دونك الملعب التونسي فريق الموسم الحالي يعني من الانديا الكبار. وعنده اه فيكتيف بي قبل ما كامله مع المباريات اليوم الاتحادر افريقي يعين الحكم الجزائري مصطفى غربالي دارة مباراة مصر قواته ونس اللي بيشتقاهم يوم 16 نوفمبر بالقاهرة حساب الجميل الخامسة وتصفيات كان الكامرون الفين وتسعتاش حكم. ومسلسة للتحكيم الجزائري معناها مزالة. في مباريات تونسية المصري. مزال متواصل معنا. معناه مباراة هذه ما في اش ريان كبير كماريان في نجم تخدم منتخب المصري. وبشي ساعد غربال في مهمته كل من عبدالحق اتشاعلي هذي اللي كان البارح اللي اجوان هراوه عبدالحق عبدالحق اتشاعلي هو اللي كان مع مهدي عبدالحق في نار الجملة ومعه مع مقرن غوراي. لكن ما يتحملوش مسؤولية. اي لا لي جوج ما يتحملوش. نحكيه على الحكم هو اللي خرج المباراة من اتارها دوك اه زي تعيين ما ننش بش نقول غريب لكن اه تعيين فيه. بش يطرح نقاط استفهام كبيرة. برجاء الحاح واسرار. اي نجم المتلاوي ندي حمام الانف واحد واحد. اه وحبيب الازاز ينقذ نجم المتلاوي منها. زي ما في تقيقة اربعة وتسعين بعد ما كان زيد بنسلم مرة اخرى زي دين بلاي ندي حمام الانف. اه يسجل هدف له في تقيقة واحدة وثمانين حمام الانف. كان ربح سيابة ثنين بلاش. خسر ثلاثة ثنيا. اه اليوم يكون ربح واحد بلاش. تعادل واحد واحد. اه ندي حمام الانف. وكأني اه عنده عقدة التقدم في النتيجة معالي توارزة قبل في دقيقة ثمانية وثمانين. الماتش الاخر اه بوط الحازم حاجة حسن. يعني اه دقائف. ما عندوش فينيش. معناه في الاخر دي ما ايدي حمام الانف. اي ما عندوش فينيش هنا اه هنا اشوف. فما تنجم تكون اسباب تتعلق بدنية. قبل كل شيء. تنجم تكون معناتها الفريق يعني اه ما عندوش الاستعداد البدني اللازم لمباراة كورت قدم تسعين دقيقة. ينجم مثال عندو شوية انهيار بدني شوية عندو مشاكل بدنية. كما ينجم يكون عندو زادة كذلك مشاكل على مستوى الذهني. نعبية معناها ربما بنشوة الربح يعني ما يعرفوش كيفش يجريو نشوة الربح ويدخلوا في اه ربما معناتها في اه قلة التركيز. شو يولي. يربحو المباراة بالواتوفة. بالضبط. يولي ينقلب هذا اه بالسلب يعني يكون عندو انعكاس سلبي على الفريق. دونك الفرق ترجع ليهم في النتيجة و اه يخسروا اه اللي قامتاهم. دونك هنا اه هذا عمل اه يتعلق في المدرب. يزمو يعرف كيفيش معناتها يخرج من لعبية متاعه ما هل الانكماش هدايا ولا ما هل الفرط هدايا معناه فرط يعني اه في التركيز على المباريات متاحهم. دونك ويلا كان فما نقاس على المستوى البدني ما على المعد البدني الا وانه معناتها يرمم اه النواحي البدنية بتاع الفريق. قد ستانوا هنو قادمين على تريف. بالضبط يعني وتعرف مشوار بطولة زده كذلك اه طويل. ويزم واحد معناها تعرف توو نادي رياضي الحاملونف يظل معناها موجود في اسفل الترتيب يعني تقريبا. دونك يزم دعرف اه لكان مشوار نادي رياضي حاملونف اه ما يحبش يعاود تجربة الرابطة المحترفة الثانية. ما عليه كاني اخو بايو اه من اللول. ما يقعدش في اخر الموسم يعني اه يقاسي ويولي يلوج معناتها البحث عن البقاء وكذا يعني في معاناة يعني من اجل البقاء. دونك يزمو ملتو يعرف كيفاش معناها يرمم بيته من جديد ويعاو معناه يصلح شنو من النقائص اللي عام دي. الترتيب بعد مرور الجولة السابعة مباراة اه او جولة منقوسة من مباراة الترجي اه والاتحاد المونستيري. عفوا نتقاو السي اس اس في الصدارة بتسعتاشن نقطة. السابير في المركز الثاني بسبعتاشن نقطة. اللي توال في المركز الثاني في بطناشن نقطة تنقص مباراة. بعد الملعب التونسي بحداش النقطة في المركز الرابع اه اتحاد بنجردين في المركز الخامس بتسعة نقاط صحبة الملعب الجيبسي. وكذلك نلقاو معاهم اه اتحاد تطاوين. المركز الثامن للتراجل هذه لتونسي بسبعة نقاط تنقص ثلاثة اه مباريات نادي حمام الانف في المركز التسعة بستة نقاط صحبة شبيبة القيراويل. المركز احداش المجمل المتلوي. والنادي الافريقي بخمسة اه نقاط المتلوي تنقصها زوزة مباريات. والمركز الاخير الكل من مستقبل الاتحاد المونستيري. اه يعني مستقبل نقاو باربع نقاط والاتحاد بنقطة واحدة. كل فريق تنقصوا اه مبارات اه يعني اه المتأمل في الترتيب. وكأني اه تعكسة الاية اللي نقراه في التابلو وما نش فاهمين. على كل. فما بارشة اه تغييرات في الترتيب قياسا بالمواسم السيق. يعني في سبعة جولات ديما يبدأوا العربعة ساية شدوا بلا سطف. تولي العربعة يظهر المفارتين. سي 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 سلولة نقصتها تلاتة ما شويت. لو كلو في المركز اه 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 نقاط يظهر لبطولة السناء. فيها اه عناوين اه جديدة على كل بعد شوية نحكي. ومن رابط الاولى للرابطة المحترفة الثانية. المارسة يتصدر المجموعة الاولى. والشابة تتصدر المجموعة الثانية. وانديتنا في الوطن القبلي بدون انتصار. سليمان. مستقبل سليمان. يتعادل. فوق ميدانا ومام جمع ايتريانا واحد واحد. والنادي القربي بعد ما كان متقدم في قربة امام مستقبل مارسة واحد. بلايش? يخسر اثنين بواحد. وكأنه بمستقبل مارسة يثقر لمباراة الموسم الفارت اللي حرمته من تواجد في مرحلة البلاي اوف السبعة عرب وعشرين دقيقة متوسطين مع بعضنا في سكوديتو حتى نتسعر.